اكد سعادة النائب محمد عيسى العباسي عضو مجلس النواب عضو وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اعمال الجمعية الخامسة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي ان تزايد التحديات والمعوقات التي تواجه استدامة الامن الغذائي والمائي يتطلب جهودا مضاعفة وعملا مشتركا بين الحكومات والبرلمانات لصياغة مبادرات واستراتيجيات تحفظ الاستقرار المعيشي لشعوب دول العالم كافة واشار العباسي الى ان موضوع الامن الغذائي احظى باهتمام وبحث مستمر من قبل الحكومات والمنظمات والهيئات الدولية جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة النقاشية حول استجابة الامم المتحدة لتزايد الجوع والمجاعة ودورها في دعم التنمية الوطنية وانوه العباسي الى ان مملكة البحرين تسير بخطوات ثابتة نحو تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الهادفة لتعزيز منظومة الامن الغذائي معربا عن الفخر والاعتزاز بالاجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لضمان استمرار توافر السلع الغذائية خلال الجائحة